النهاردة في الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا انطلقت المباريات أربع مباريات على يومين النهاردة وبكرة ونتائج اليوم كانت بتأهل المنتخب الكاميروني إلى الدور المقبل أصحاب الأرض بعد الفوز على منتخب جامبيا بهدفين دون مقابل في الوقت اللي بعدها مباشرة لعبت مباراة بوركينا فاسو وتونس وفازا دانجو بهدف أهل الخيول على حساب النصور بوركينا فاسو تتأهل لتنتظر من تواجه غدا هل هتلعب مع السنجال ولا منتخب غينيا الاستوائية في النظر لأن المباراة الأخرى بوركينا فاسو كده مستنيا تعرف هتلاعب مين أما الكاميرون فمستنينا إحنا أو المغرب إن شاء الله إحنا في طريق صعب مزدحم جدا بدأنا بنيجيريا بعدها عدينا ولعبنا مع كودفور بعدها هنعدي أو عدينا وهنلاعب المغرب إن شاء الله وإن شاء الله نعدي وبعدها نلعب الكاميرون بإذن الله ونشوف بقى النحية التانية هنلعب مين اللي غالبا يعني بالنظر للأرقام والإحصائيات والورق كده منتخب السنجال لكن هو طريق ليس مفروشا بالورود وعلشان تعديه لازم تعدي كل حاجة عايزة تعيقك والمنتخب المغربي هو منافسنا المقبل إن شاء الله نعرف نكسب بكرة لكن منتخب تونس النهاردة حاول بعد التأخر بهدف بخطأ دفاعي في التمركز بعد هجمة مرتدة حياء مثالية لمنتخب بوركينة فاسو من أربع لمسات بالضبط من ناحية اليمين تمريرة في التانية في لف بالدفاع في هجمة مرتدة انطلاقة لدانجو واتارا اللي بيراوغ ثلاثة من مدافع المنتخب التونسي ويسجل في شباك بشير بن سعيد هدف حاول بعده المنتخب التونسي أن يعود للمباراة من خلال الضغط لكن بدون تهديد حقيقي رغم أنه كان متواجد أغلب أحداث الشرط الثاني في المباراة في منتصف ملعب منتخب بوركينة فاسو لكن بدون خطورة حقيقية ودفاعات كانت مستميتة من منتخب بوركينة اللي منتخب تونس حاول أنه هو يهجمه حاول الحصول على ضرب الجزاء الفار نادى جوتشوا بوندو بيقوله شوف وهب الخزر يستحق ضرب الجزاء ولا لأ فصمم على قراره بأنه لأ وأنا أقتنع الحقيقة بهذه الرؤية أنه ما كانتش ضرب الجزاء لكن كنا بنتمنى أو بنشوف إيه اللي ممكن يحسبها بوندو بعدها واتارا أو دانجو واتارا بالبطاقة الحمراء اللي حصل عليها بعد التحام بالكوع في وجه البديل علي معلول خرج به مطروضا لكن فريقه حافظ على التقدم حتى النهاية هارد لك لمنتخب تونس ربما ربما الاحتفالات بالروح العالية والمستوى والانضباط اللي أدى بي لعبه منتخب تونس قدام نيجيريا في المباراة الماضية وغاب عنه نفس الانضباط ده بدرجة ما والروح بدرجة ما في لقاء النهاردة ربما الاحتفالات دي أدت إلى ده لكن في النهاية تونس عملوا مباراة جيدة المباراة اللي فاتت كانت أفضل وودعوا واستحق خيول بوركينا فاسو التأهل إلى الدور المقبل طيب هو الحقيقة يعني أنه من المفارقات أن منتخب بوركينا فاسو دايما بيسقط منتخب تونس في أمم أفريقيا في 98 البطولة اللي احنا تووجنا بيها في 2017 البطولة اللي وصلنا فيها للنهائي ويخسرنا من الكاميرون في نسخة 2022 وفي نفس الدور هو العقدة موجودة عموما لأنه حتى في تصفيات كسل عالم لما تلعبه تصفيات مونديال 2010 كم مرة بوركينا فاسو كسبو وفي القياب تونس اتعادلوا اتنين اتنين مع بوركينا فهي عقدة لم ينجح لعبه نصور قرطاج في فكيها حتى مع الدفع بيه علي معلول كبديل من أجل الزيادة الهجومية في المنتخب التونسي قد يكون المستفيد من القصة دي هو الأهلي اللي بيستنى أي منتخب غير منتخب مصر أنه ممكن يودع بطولة فيعود لي لعبته علشان يدعم قائمة كأس العالم للأندية اللي انضم ليها ديانج أو هينضم ليها ديانج بعد توديع مالي والآن سينضم ليها علي معلول بعد توديع منتخب تونس ضمن قائمة مليئة بالأسماء لكن أغلبها من الأسماء الشابة اللي شفتها وبتشوفها في بطولة كأس الربطة اللي بلعبها الأهلي وصدم بخسارة قوية أمام سموحة قبل يومين لكن بالعودة إلى مصر منتخبنا بكرا إن شاء الله هيلعب مع منتخب المغرب من المفارقات برضو إن في نسخة 2017 لما بوركينا فاسو كانوا بيكسبوا تونس 2-0 في آخر 10 دقيقة بهدفين كنا احنا في اليوم التالي بنلاعب منتخب المغرب وبنكسبه بهدف سجله محمود عبد المنعم كهربا بعدها بخمس سنوات في النسخة بعد التالية تونس بتخسر من بوركينا فاسو ومصر تلتقي المغرب غدا فإيه بقى؟ عايزين ذكريات كهربا وقابليه طاهرة وزيد ونكسب إن شاء الله بكرا رجالتنا